لا معنى لفكرة وقف اطلاق النار او ما يسمى بالهدنة في محافظة مارب فمنذ اعلانها في العاشر من ابريل وميليشيا الحوثي وصالح تواصل حجد قواتها وتدفع بالمزيد من التعزيزات الى جبهات سرواح وجبل هيلان والمخدر غربا ومنطقة الوهبية الواقعة بين محافظتي مارب والبيضاء بالاضافة الى منطقة نهم شرقية صنعاء المثلث الذي تريد الميليشيا ان يبقى مشتعلا بالبارود والدم هناك خروجات من لدى الحوثيين بالعمس هناك شهيدين لكن احنا ملتزمين بها وفي اي حاجة وعلى الرغم من كل الاحاديث التي تستهلكها عن وقف عمليات اطلاق النار ما تزال عناصر الميليشيا ايضا تتحرك في هذه الاتجاهات وتقف وتناور من اجل احراز تقدم او استعادة المواقع التي فقدتها في وقت سابق فمارب التي سقطت من حسابات الميليشيا وبدأت الحياة تسير فيها تحاول اعادتها الى حلبة الصراع مجددا لذلك تواصل خروقاتها المتنوعة اذ ارتكبت نحو 750 خرقا بحسب احصائيات رسمية منها كما اشارت هذه الاحصاءات اعتراض منصات الباتريوت صواريخ باليستية اطلقتها الميليشيا على محافظة مارب خلال مدة الهدنة كل ذلك يحدث كما تقول مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ظل التزامهما بالهدنة شكرا